طيب فأزمة فيلم أصحاب ولا أعز قلت كتبت بوست فاكره كتبت عندي رأي منحلة أحب أقوله ألا وهو أن المنصة المنحلة العالمية الموجهة اللي بتعمل على نشر الإنحلال في جميع أنحاء العالم وتقديم حاجات غريبة في المجتمعات ليس لها أي وجود على أرض الواقع الطاهر العفيف الشريف اللي ما بيجرحش حد اللي ما بيدوزوش على شرف حد وما بيدوزش على شرف حد أنت حافظ البوست قص دي جملتين ما بجرحوش حد مدوز لشرف حد دي بتاع تزوزه تخلي بالكلي تزوز عشان كده دي فتانها يعني صحيح صحيح الناس الأكابر الزب فبأقولك أه لأنه معهم إحنا شفنا اللي حصل بوست كان مشحون قوي عبس أصلا لأن أنا معلش أنا أولا أنا بأقولك يعني إيه أنا بحترم البني آدم ومحترم العقول يعني ربنا خلق لنا ده عشان نشاء خاله يا جماعة أكي والله العظيم عشان نشاء خاله أكي وبحب صاحب صاحبي أمونا بقى مش صاحبتي دي أختي دي بقى بنتي دي كل حاجة في الدنيا كم الهجوم والمهانة وإيه اللي بالأدب والسفالة والقصوة اللي الناس هاجمت بيها إيه ده إيه ده في حين بقى إنه ده ده العمل العربي اللي لما تعمل على الشبكة دي هو عمل صدى ونجاح هاي فعندك صراع مع المحافزين مع العقليات المحافزة عندي صراع مع الله منطق عندي صراع مع المخي ما يستوعبوش على صعيد آخر مش عارفة إذا كنت عملت زيهم لما نزل بالفيديو بتاعه الفنان محمد سلام كتبت أنت ببوست وحكمت أنت عليه وقلت له بما معناه إنه ما يقول ليه رأي يخليه لنفسه مش لازم مش بالزبط تقوله لأننا الحقيقة كان كويس إن أنت فتحت الموضوع ده لأننا رجعت بعدها وروح تتدركت قلت عشان ما يتفهمش إن أنا بهاجم سلام أنا بحبه وبحترمه وفاهم إن وجه نظره مش خرجه من باب أي دعاية كنت من اللي جلده ما لا لا ما كنتش ما كنتش أنا كان وجهة نظري في حتة إن وجهة نظرك دي قد تكون محرجة لحد من زميلك اللي وجهة نظره المختلفة فأنت كنت حاسب على ده ما تقلنوش بس علشان اللي مش شايف وجهة النظر دي وشايف إنه هو لا يروح لأن أنا كمان كان عندي صراعة في حتة إنه إنت ليه بتتعامل مع مهنتك إن أنا رايحة تقصد إنه ما تروجش لوجهة النظر اللي ممكن تهاجم زميل لك بالزبط تجرح بيها زميل تاني أو أجندي علاقة كمان بفكتة ومتقللش بفكتة إنك رايحة تغني وترقص تغني وترقص إنه بتعمل فاني وعشان كده كان دايما البديل طب لو كنت روح تغنيت ورقصت وخدت الأجرج ده واتبرعت دي لأي إن كان دوجة نظره حر وبحترمها وبحبه وكل حاجة في الدنيا ومش قصدي حاجة خالص عشان كده بقولك تدركت على طول وصلحتها لكن كان وقتها كان قصدي بس بيها اللي هو لإن دي حتجرح ناس تانيين ما لهمش ساعة ما لهمش ساعة في رحلتك دي ومن فصل البداية لصراعات وصلت إن إحنا مجتمع بينظر على بعض طبعا